الحماية الاجتماعية الغير مباشرة الدولة بتحرص على بقاء هؤلاء العاملين بتحرص على تخفيف الأعباء عن ملاك المصانع أو أصحاب المشروعات الاستثمارية والإنتاجية بهدف الحفاظ على العمالة داخل هذه المصانع طيب الحد الأدنى للأجور واللي تقريبا في 2014 كان 1200 جنيه النهاردة نحن بنتكلم على 23 نتكلم على إنه الحد الأدنى 3000 جنيه معدل الزيادة في هذا الوقت يعني نكلم في تقريبا 8 سنين صحيح طبعا معدل زيادة بيتماشى مع قدرات الدولة الاقتصادية من ناحية وأيضا بيتماشى مع حرصها ومتابعتها المستمرة للتغيرات داخل الأسواق الداخلية واللي بطبيعتها بتؤثر على مستوى دخل الأفراد والأسر المصرية وبالتالي هو قرار مهم بيمثل أيضا نوع من الحماية الاجتماعية للأسر المصرية ومساندة الدولة في الارتفاعات الغير مباشرة في الأسعار لأن نحن نعلم جميعا أن ارتفاعات الأسعار داخل الأسواق هي نتيجة تعطل في سلاسل الإمداد والتوريد وهو تضخم مستورد وليس تضخم داخلي ترجمة نانسي قنقر